السلام عليكم من جديد وصباح النور على الجميع مرحبا بكم لقناة قناة آسيا من موقع غورمونديز آسيا اليوم رح نعمل وصفة أيضا وصفة أخرى من المطبخ الجزائري تعنا العريق المطبخ اللي احنا نحبه ونفتخره به ومهما رحنا ومهما سفرنا ومهما تعلمنا وصفة عالمية يبقى المطبخ تعنا هو المطبخ اللي احنا نحافظه عليه ونحبه ونعملوه هذا الخبز هذا خبز ولا أروع خبز رح تعملوه ورح ما تندموش ورح تدعونا بالخير بإذن الله هو خبز يعني تعامل مناسبات ولكن من وقت الوقت نعملوه يعني نعملوه ما يضرش هذا الخبز هذا رح ننصحكم جربوه قبل رمضان إن شاء الله ورح تعتمدوه تدعو لي بالخير بإذن الله من الطارة وتعوه والبنات حتى كين هزو أصاب عيدية رح يدخلو فيه يعني تلمو خفيف وهكا حتى نخاف عليه هنو اللي نقول نكسر الخبز داعي ولا نفزده يعني طارة وتعوه يعني ولا أروع لاحظوها بعينيكم تشوفوه ولكن كي تعملوه وتلمسوه أكثر وأكثر يعني الكاميرا ما تردلوش حقه وإحنا هاد الوصفة يعني مصفة رح نقولوه بمكونات يعني أمبو خاصة كي ما يقول لك أمبو سبيسيال خاصة هنا عنا المكونات تعنا ورح نكتب لكم كما العادة عنا طاحين الأبيض عنا تقريبا 250 غرام وعنا لا سمول إكس خافين لبنات يعني كي ما نقولو الدقيق لازم يكون الرقيق ومن نوع الجيد عنا بيضة عنا ثلاثين مليلتر زيت عنا عشر غرامة ملح عنا عشرين غرام سكر وعنا خمسة عشر غرامة خاميرة الفورية آآ الطارية وعنا ماتين وعشرين آآ تاع الياغورت وهذا هو المكونات اللي يحسن للخبز وعنا تقريب خمسين مليلتر تاع الماء اللي يجي باش إطرينا العجين تعنا وعندنا السمسم وكي ما يقولو النيجل يعني السانوش كي ما يقولو بالعامية وهذا هم المكونات تعنا وهذا الياغورت يعطيلو آآ يعني دوق وطرابة ولا ارواع أنا الياغورت البنات نشري الياغورت بالكيلو آآ الياغورت التركي هو آآ ولا ارواع يعني آآ يعني هو مكون جيد أنا يعني بالنسبة ليان نشريها انو هذا يعني البنات اللي يسكنوا في في الخارج يعني اختاروا الياغورت التركي وهنا هدو هم المكونات تعنا البسيطة ونبدأوا باسم الله نروحوا للوصفة هنا سنبدأ بطبيعة الحال سنضع الناوشف نضع السكر ونضع الملح نضع الزيت الزيت لدينا كمية قليلة لا تكثر الزيت نضع البيض نضع البيض نضع الياغورت كريمي هذا النوع من الياغورت التركي يجي كريمي ما عندك ش أختي مكان لها ما تربط تربطيش روحك بأمور كما ديري ايه ياغورت عندك الياغورت الجزائري ايضا لا يعلى عليه انا هنا نختار لانه يعني يعني منتوج حلال ولا خوف حليه وهنا نخلو العجينة تعنا الدور تعجن لاحظوا 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 أخواتي لاحظوا هنا العجينة درناها المرة اللولة غير بل هذوك البيض والياغورت يعني بقيت شوية حاكماروحة ولكن السر للخبز لازم تعجنوه هو يابس شوية ما تطريوه ما تروحوش تحطو الماء أنا هنا دعمت باش نسرع شوية الفيديو على خاطر ما نقدرش ندلكم الفيديو ولكن عجنتو المرة اللولة تقريبا خمس دقائق قبل ملوح الماء هذا هو السر تعال الخبز لازم تعجنوه السعب لي بس ومن بعد كي ما نقولو ان فيان يا ان باسينا اللي غستا اللي عندنا خمسين مليلتر تعمى الروحو بالقطرة بالقطرة وحنا نعجنو يعني العجن راح يكون من عشرة حتى الخمستاش ندقيقة واذا البنات راكم تعجنو بيدكم ذكر الله يكون في عونكم راح تديرو اكثر الوقت راح يكون اكثر ولكن انتم ما تعرفوا العجنة كي تكون ملسعك وتحبزو وهنا الماء 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 يكون باليد نحطو باليدنا ونزيدو بالعقل بالعقل نفس الشي ما نحطوش الماء ضربة واحدة الماء يجي في الاخير يعني نعجنو السعب مليح بالياغورت والبيض ومن بعد نجيو نحطو الماء بشوية بشوية والتعجن والعجن نتيجة اللي نوصلو لها لازم العجن يكون املس يعني مطاطي يعني هناك كما نقولكم هنا او مازال حبيبات مازال وتاع هذك السميد مازالون عاودون عجنو هذو كل يجيو هكا حبيبات هذك يعني السميد تاعنا ما زال ما شربش الماء ما تنفخش يعني يبقى مازال ما تعجنتش العجينة تاعنا هنا نزيدو نعجنو ونحطو وكل خطره نهبتو العجينة تاعنا باش نعجنوها مليح ما تبقى ناش غير لاصقها الفوك في هذك لو كخوشي وما تتعجن تشتعجن في جيها وجيها لا احنا كل خطره نهبتو نحبسو ونهبتو العجينة تاعنا ونستمرو في العجن حتى وهاد العجن تاعنا لازم يكون بخوميار بيتاس لبنات ما تطلعوش روبوت عكم دوزين بيتاس وطرزين بيتاس على خطر تسخنو العجينة راح تتخمرلكم ونبعدتو اللي تهبتلكم وهذه هي يعني النصائح لنقدر ندها لكم باش مات العجينة تاعكم مات صلح لكم لاحظو هنا راهي ملساء مطاطية يعني جاميلة هنا نحبسو نقدروا نحبسو هنا يا مكان حتى مشكل وننلموها بإنكور نلمو ولاحظو كيفاش راهي طرية عجينتنا طرية انا في بعض الاحيان نديرها حتى قاطرة من هيكا ولكن انا تعملت نعملها هيكا باش تبدوها تحاولوا تعملوها في الأول ومبعد كتحبوا تطريوها بالعقل تطريوه لكن هيك تجي يعني روعة نديروها في اينا يكون شوية مزيت نزيتوه باش ما تلسقناش ونغطوها بالفين هذا البلاستيكي وبكتانة ولا بلنج ولا ونخلوها تنزل تقريب ساعة حتى ساعة ونصف لاحظو كيفاش راهين تافخت عجينتنا وعجينتنا جاملة جدا يعني الخالط تاع الطاحين وتاع السمول هو الأحسن للخبز هنا ندهنو بلاتو ندهنو هذا البلاتو هذا تاعي تقريبا تقريبا يكون راهو في سمك تاع 30 سنتيمتر يعني نبعد نقول لكم انا بالتحديد يعني السنية وقداش راهيت ما تولحت باش ننقيسها وهذه هي في السنية لازم تكون من نوع ثقيل باش الخبز يطيب طيب كي ما يقولوا طيب وردي طيب مليح وما يطيبش غير من الفوق ومبعد اللعجينة تبقى ما طابتش لازم اللعجينة من البلاتو هذا يكون من نوع ثقيل من نوع الجيد هذا هو الخبز تغطوه تعجد قرستوه في ذاك هبطوه تغطوه بالبلاستيك ونفس الشي ونخلوه تقريبا حتى الساعة ساعة وربع ها ويختمر وراح تشوفو شوفو يعني هذو كنبولات اللي دارهم يعني هذو كليك لوك اذاكو علامة انو الخبز تاعنا راح يجي هايل والعجينات تاعنا طلعت وهنا ندهنو ندهنو هنا يعني اذا تفكرتو باللي قلت لكم الدهن تاع الكروكي كيدرت وقلت لكم راح ندير يعني انا كيدر صورت الكروكي صورت معه الخبز وهنا كي ما نقول لك بروفيتيت باش ندهن بفرد بيضة هذا هو لهذا كنت لكم هنا تقدرو ديرو غير اصفر البيض معها قليل من الماء ولا قليل من هذيك نفس الشي شوية تاع كاكاو بشي مد اللون وهنا نديرو كي ما كنا نديرو تقليديا هذوك التزيان كل واحد يزيين كي ما يحب هذيك الجرارة تقليدية تاعنا تاع بكري وهنا ننقبول خبز تاعنا باش ميزيد شي تنفخ فوق الحق ونديرو عليه جلجلان وسانوج خالط منه ونروحو نطيبوه على ميتين درجة حتى ميتين وعشرة لاحظو كيفاش يخرج هايل المدة تاع طياب تاعه تراوح من خمسة وعشرين دقيقة حتى الثلاثين دقيقة هذي هي لاحظو كيفاش رو طيب منه طيب وردي كي ما يقولو طياب تاعه اونيفورم كامل كي ما راهو وهذا يرجع للفضل ربي سبحانه والخبز يعني تاع المقونات تاعه خفاف وزيد سنيوة تاع الخبز راهي هاي لطيب روها لاحظو كيفاش راهو طري يعني تقول مسكوتا مشي تقول الخبز كي تاكله تقول تاكله في المسكوتا كون زيديلو شوية تاع سكر أختي والأخواتي البنات كون زيديلو شوية تاكل ديرو يعني تاقها ويجي كل مسكوتا الحمد لله اننا كملنا احنا للوصفة تعنا ان شاء الله تكون اليوم وفينا وان شاء الله تكون عجبتكم ما تنسوش دقوا الجرس وتشاركوا اذا ما شاركتوش وتقاس لاشان تدعو لي بالخير ان شاء الله ونعطيكم موعد ان شاء الله في الايام الجاية نزيد ونديرو وصفات وصفات قبل ما يجي رمضان ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا